حدثنا يحيى بن آدم وابن أبي بكير قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة قال يحيى بن آدم السلولي وكان قد شهد يوم حجة الوداع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي مني وأنا منه ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي وقال ابن أبي بكير لا يقضي عني ديني إلا أنا أو علي رضي الله عنه حدثنا الزبيري حدثنا إسرائيل مثله وحدثناه يعني الزبيري حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة مثله قال فقلت لأبي إسحاق إني سمعت منه قال وقف علينا على فرس له في مجلسنا في جبانة السبع أثنى يحيى بن آدم ويحيى بن أبي بكير قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة قال يحيى وكان ممن شهد حجة الوداع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال اللهم أغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال في الثالثة والمقصرين حدثنا يحيى بن آدم ويحيى بن أبي بكير قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل من غير فقر فكأن ما يأكل الجمر حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سأل من غير فقر فذكر مثله حثن أسود بن عامر أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول علي مني وأنا منه ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي قال شريك قلت لأبي إسحاق أنت أين سمعته منه قال موضع كذا وكذا لأحفظه حثن أبو أحمد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة السلولي وكان قد شهد حجة الوداع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي مني وأنا منه ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي سمعت هؤس fellas سأعرف مني وأيضار ترجمة نانسي قنقر